وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله تناغمت الأصوات وصدحت الحناجر من خلال المحافل القرآنية والمجالس الحسينية الموسومة الحسين علم تقوى وسطية أخلاق عشراء قرآن تربية منهج الحق حيث أحيي المؤمنون ليالي عشراء بالمحافل القرآنية والمجالس الحسينية في هيئة الإمام الصادق عليه السلام في محافظة واسط مدينة الحي بمشاركة القراء الشباب والأشبال لمال القرآن من أثر روحي وتربوي في تهذيب سلوك الفرد والمجتمع ليحقق أبرز أهداف النهضة الحسينية الرسالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال رفض الظلم والفساد والانحراف وسوء الأخلاق وكذلك الابتعاد عن كل خرافة ودس وتحريف وشعوذ باسم الحسين وقضية الحسين عليه السلام شرعت جميع المساجد والحسينيات التابعة للمرجع الأستاذ المهندس الصرخي في عموم العراق بإقامة المحافل القرآنية والمجالس الحسينية لتعلم قراءة القرآن بصورة صحيحة والتزود من مناهل كتاب الله والحمد لله نشاهد هناك إقبال من قبل الشباب والأشبال على هذه المحافل والمجالس التربوية الأخلاقية التي تستمد مشروعيتها إن شاء الله تعالى من القرآن والسنة وهذا ما تفضل الله به علينا وعلى جميع المؤمين والمؤمنات بفضل توجيهات سماحة الأستاذ المهندس أحفظه الله لنا مشاركتنا في هذه المحافل القرآنية والمجالس الحسينية ما هي إلا لتهذيب النفس وإن قراءة آيات القرآن الكريم لها أثر روحي وتربوي في تهذيب سلوك الفرد لها والمجتمع يحقق أبرز أهداف النهضة الحسينية والرسالية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا وقت سار السيد المحقق المهندس الصرخي الحسني على خطى الحسين عليه السلام متصديا للبداع من أجل الحفاظ على الشباب ونشر التوعية الفكرية والأخلاقية والدينية بينهم وزرع قيم الإسلام المحمدي الأصيل من خلال إقامة المجالس التربوية الأخلاقية الفكرية الحسينية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام بمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والشعراء والرواديد من الشباب والأشبال وقد حث الباحثون والشعراء في قصائدهم الإلقائية واللطميات على أن تكون الشعائر الحسينية شعائر إلهية رسالية يثبت فيها ومنها صدقا وعدلا الحب والولاء والطاعة والامتثال والانقياد للحسين عليه السلام ورسالته ورسالة جده الصادق الأمين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ارتأت مكاتب السيد الأستاذ المهندس صرخي الحسني خلال شهر محرم الحرام بإقامة المجالس التربوية الفكرية الحسينية والمحافل القرآنية من أجل زرع قيم الإسلام المحمد الأصيل ونشرت توعية الفكرية الأخلاقية الدينية بين الشباب والأشبال للحفاظ عليهم من مظلات الفتن في كل ليلة من ليالي شهر محرم نحضر لهذه المحافل القرآنية والمجالس الحسينية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وآل بيتي وأصحابه عليهم السلام الذين استشهدوا من أجل الرفض والظلم والفساد والانحراف وسوء الأخلاق والابتعاد عن كل خرافات والدس والتحريف والشعوذة